اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا لا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الشذوذ الجنسي الظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير أما عنواننا الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وهذا هو الجزء الثامن حدثتكم في الحلقات المتقدمة تحت هذا العنوان عن بعض مستويات الشذوذ الجنسي التي تنتشر في المذهب الطوسي مذهب حوزة النجف المستوى 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 العقائدي الفكري نظريا وعمليا وكان الكلام في كتاب الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي مثالا المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا وضربت لكم أمثلة من فتاوى مراجع التقليد عند الشيعة التي تجري في هذا المجرى في مجرى الشذوذ الجنسي لا وقت عندي كي أتحدث عن تلك الفتاوى كي أذكركم بها المستوى الثالث المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن فحدثتكم عن رموز الشعر والأدب في أجواء الحوزة الطوسية وعن رموز الشعر والأدب في أجواء المنبر الحسيني في أجواء المواكب الحسينية مر الكلام في كل هذا لا مجال لإعادته ولو على سبيل التلخيص كي أن تفع من الوقت المتاح في هذه الحلقة هناك الكثير من المطالب أحاول أن ألملم أطراف كلامي وأن أوجز في المواطن التي لا تحتاج إلى إسهاب وتفصيل سأختصر بقدر ما أتمكن وصلنا إلى المستوى الرابع المستوى الرابع المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها أعيد قراءة هذا الكلام كي تتضح أصورة لديكم المستوى الرابع من مستويات الشذوذ الجنسي الذي ينتشر في جميع أنحاء وأحناء المذهب الطوسي حاله كحال بقية المذاهب العباسية الأخرى أشير إلى مذاهب سقيفة بني ساعدة ما كلهم يشربون من آنية واحدة المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها إذا كان الكلام في المستويات المتقدمة يمكننا أن نحصره في الدائرة النظرية ولا دليل على ذلك فإن الكلام المتقدم يشتمل على جهة نظرية وعلى جهة عملية وعلى جهة لكنني أقول ذلك فرضا إذا افتردت أن الكلام في المستويات المتقدمة هو في الدائرة النظرية فقط هذا المستوى الرابع هذا عملي أكثر أكثر مما هو نظري ولذلك ما قلت شيئا عن نظرية الموضوع بينما في المستويات المتقدمة كنت أقول نظريا وعمليا فقد يكون نظريا فقط في حق البعض وقد يكون عمليا فقط في حق البعض وقد يكون نظريا وعمليا في حق آخرين لكن المستوى الرابع من مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي هذا مستوى واقعي وعملي ولذا هكذا قرأت عليكم المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها وهنا سأحتاج إلى شهادات من داخل المؤسسة وهذا ما سأعرضه عليكم في هذه الحلقة الشهادة الأولى شاهد من داخل هذه المؤسسة محمد مهدي الجواهري إنه الشاعر العربي المعروف شاعر النجف الأول وشاعر العراق الأول بل هو في الحقيقة شاعر العرب الأول إن لم تكن عند العرب حساسية من ذلك هو شاعر العرب الأول من وجهة نظري إنني أعلي شأنه الشعري على شأن المتنبي وعلى شأن المعر من خلال المقارنة فيما بين أشعاره أشعار الجواهري وأشعار المتنبي والمعر ومن يماثل هؤلاء من كبار شعراء العرب على أي حال هذا ما هو بموضوعنا محمد مهدي الجواهري هذا شيعي وعلى المذهب الطوسي هو ابن النجف وشاعرها الأول حوزوي معمم من طلاب الحوزة الطوسية في النجف هو من أبناء الأسر العلمية من آل الجواهري هو ابن المرجعية ابن الأسر العلمية ابن الحوزة الشيعية الطوسية هو ابن النجف هو الشاعر الأول شخصية ذكية نابغة لماحة لماعة كان مطلعا على تفاصيل الفساد لماذا؟ لأنه هو فاسد أيضا هو من أهل الخبرة لكنه لم يكن له ذوق في الغلمان ولذا ما وجدنا له شعرا في الغلمان بحسب الطلاع على ما اطلعت عليه من شعره ليس له من شعرا في الغلمان شعره في النساء هو ذائب في الخمرة والنساء بنحو عملي لا شأن لي بحياته الشخصية إنما أقرأ عليكم شهادته التي لا يستطيع أحد في النجف لا من أصحاب العمائم ولا من غيرهم أن يكذب هذه الشهادة لأنها حقيقة جميعنا نعرف هذه الحقيقة التي تحدث عنها الجواهر في قصيدة من قصائده المشهورة هذا هو ديوان الجواهر محمد مهدي الجواهر النجفي الحوزوي رجاء اعرضوا لنا صورته في العمامة لا تزيل الصورة عن الشاشة إلى أن أتم قراءة البيتين الشهيرين للجواهر بخصوص عمامته قال لي قال لي صاحبي الظريف وفي الكف ارتعاش وفي اللسان حباسة قال لي صاحبي الظريف وفي الكف ارتعاش وفي اللسان حباسة أين غادرت عمة و ارتعاش و ارتعاش ارتعاش بالآداب بالأعراف بالبروتوكولات اين غادرت عمة واحتفاظ فقلت اني طرحتها في الكناسة الكناسة هي المزبلة فقلت اني طرحتها في الكناسة نذهب إلى صورته الثانية هذا هو الجواهري في آخر أيامه وقد ارتدى هذه الطاقية الكردية التي في أصلها أهداها له صديقه جلال طالباني الذي صار بعد ذلك رئيس جمهورية للعراق صورته الثانية تخبرنا عن أنه طرح العمامة النجفية الطوسية الجواهرية قولوا ما شئتم طرحها في الكناسة طرحها في المزبلة كما يقول هو في أشعاره هذا هو الجزء الأول من ديوانه وهذه الطبعة هي الطبعة المعروفة والشهيرة إنها مطبعة الأديب البغدادية وطبع هذا الديوان بإشراف من وزارة الإعلام العراقية في وقتها في وقت طباعة هذا الديوان الذي يتألف من عدة أجزاء صفحة أربعمية أو خمسة وستين القصيدة التي تارة تعنون بعنوان الرجعيون وأخرى بعنوان ليقرأها الرجعيون قصيدة قديمة كتبها الجواهر في بواكير حياته هذه القصيدة نشرت في جريدة العراق العدد الفين وثمانمية وواحد وخمسين في ستة وعشرين آب ستة وعشرين ثمانية الف وتسعمية وتسعة وعشرين حينما أفتى مراجع النجف في وقتها بتحريم دراسة البنات في المدارس الحكومية حكاية لها تفصيلها لا شأن لي بها الآن لا علاقة لها بموضوعنا الذي نتحدث عنه في بداية القصيدة هكذا يقول ستبقى طويلاً هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات لابد من أن نقف أمام هذا الواقع السيء كذا هو يقول أن نقف أمام رجال الدين الذين يمنعون تعليم المرأة ويصدرون الفتاوى ويحرمون ذلك ستبقى طويلاً هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات إذا لم ينلها مصلحون بواسل جرئون فيما يدعون كفات سيبقى طويلاً يحمل الشعب مكرهاً مساوئ من قد أبقت الفترات يتحدث عن الفترات السابقة القصيدة طويلة ونشرت سنة 1929 ميلادي في أوائل القرن العشرين في أوائل القرن الماضي إلى أن يقول وإن يغضب الغاوين فضح معاشر هم اليوم فيه قادة وهدات فما كان هذا الدين لو لا ادعاؤهم لتمتاز في أحكامه الطبقات إنه يتحدث عن طبقية وعن طبقية مقيتة في حوزة النجف هناك طبقية واضحة وهناك تمييز عنصري خفي يعرفه طلاب الحوزة العلمية وهذا الأمر موجود بعينه في الأزهر وموجود بعينه في سائر المؤسسات الدينية الشيعية والسنية على حد سواء وحتى في المؤسسات الدينية الأخرى لسائر الأديان هذه المشكلة جذورها دينية وحينما أقول جذورها دينية لا يعني أن الدين الصحيح أوجدها وإنما أوجدتها الأديان التي عبث بها رجال الدين الذين لا دين عندهم إنهم يدينون بدين الشيطان هذه هي الحقيقة من الآخر من الشيعة من السنة من المسيحيين من اليهود حقيقة واضحة للذي يريد أن يرى الحقيقة أما الذي لا يريد أن يرى الحقيقة لا يريد أن يرى الشمس ويقول لا توجد هناك شمس هو حر فما كان هذا الدين لولا ادعاؤهم لتمتاز في أحكامه الطبقات أتجبى ملايين لفرد وحوله وحوله ألوف عليهم حلت الصدقات إلى إلى أن يقول على باب شيخ المسلمين تكدست جياع علتهم ذلة وعرات هم القوم أحياء تقول كأنهم على باب شيخ المسلمين موات شيخ المسلمين هو المرجع الأعلى من هو شيخ المسلمين الذي يتحدث عنه الجواهر وهو يتحدث عن مراجع النجف الذين أصدروا الفتاوى في تحريم تعليم البنات في المدارس الحكومية أنا لست مهتما بكل هذه التفاصيل لكنها مقدمات تجعل المضمون الذي أريد أن أضعه بين أيديكم قريبا واضحا هذه ملابسات تحوط موضوع الشهادة هذا هو الشاهد الأول إنها شهادة تأريخية حقيقية هذه المضامين التي أشار إليها هذا واقع كان في الماضي ولا زال في الحاضر إلى هذه اللحظة إلى أن يقول تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب ومرتكب حفت به الشبهات يا أبو فرات لكأنك تتحدث عن هذه اللحظة أبو فرات كنية الجواهر يا أبو فرات كأنك تخبرنا عن النجف في هذه الثواني وليست في هذه الدقائق إنك تفرغ عن حقيقة موجودة في النجف عايشتها أنت يا أبو فرات وكفرت وكفرت بدين النجف وذهبت مسرعا راكضا إلى الملاهي الليلية في بغداد كنت تتسكع في أجوائها ما بين كؤوس الخمر وبين صدور الغانيات يا أبو فرات إنك تقول حقا وتنطق صدقا في هذه الكلمات إنها شهادة حقيقية أصدقها وأقول للأخرين صدقها والمسؤولية في رقبتي تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات ومدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداته وخلفهم الأسباط تترى الأسباط بالدقة الأحفاد من جهة البنات أحفاد الرجل من جهة بناته أسباطه تطلق على الأحفاد مطلقا لكن بالدقة تطلق على الأحفاد من جهة البنات إنهم الأصهار 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 ولقد عبث فينا الأصهار عبثا كبيرا وعبثوا بأنفسهم ومن أهم مصاديق الشذوذ الجنسي في الجو النجفي أصهار المراجع الذين ماتوا الأحياء أصهار المراجع إذا أردنا أن نبحث عن مصاديق الشذوذ الجنسي أنا لا أتحدث بلسان المحلل ولا أتحدث بلسان الذي يريد أن يطلق الدعايات والأراجيف الذين يعرفونني عن قرب إنني لا أكذب حتى في مزاحي وإذا ما تحدثت بحديث مزاح وكان هناك من الأشخاص لم يفهموه بدقة لن أغادر المكان حتى أشرح لهم المعنى الصحيح هذه طريقتي وهذا أسلوبي وهذه السليقة على طبيعتها الذين عاشوا معي لعقود من الزمان يعرفون هذا عني هذه حقائق حقائق وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات من هم هؤلاء الذين تحكموا بالدين تحكم باسم الدين كل مذمم من هم المتحكمون بالشيعة باسم الدين إنهم المراجع مراجع الدين الذين ماتوا والأعياء والذين سيأتون هؤلاء هم الذين تحكموا باسم الدين بالذين يقولون نحن شيعة علي وآل علي وعلي وآل علي براء من هذا التشيع تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم من المراجع ومن أسباطهم ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات وهذه حقيقة حقيقة والله هذه حقيقة ورأس الحسين بن علي بن أبي طالب هذه حقيقة تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص لصوص مثل ما وصفهم القرآن يأكلون أموال النهس بالباطل ويخصدون عن سبيل الله هكذا جاء وصف الأحبار والرهبان جاء مثالا لهذه الأمة لعلماء السنة والشيعة على حد سواء لكن الحديث هنا عن طامتنا نحن الشيعة وعن مصيبتنا نحن الشيعة هذا الحديث جاء في سورة التوبة عن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات فهل قضت الأديان الأديان ما قضت يا أبا فرات وإنما الحمير حمير الأمة هم الذين قضوا بذلك حمير الأمة التي قضت بهذا يا أبا فرات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات يد يد بيد المستضعفين أريهم يشير إلى مثال من سرقات مراجعنا العظام قدست أسرارهم الزكية للماضين ودهو يتحدث عن أسواق كاظم اليزدي التي بنيت على شاطع الفرات في الكوفة في الكوفة التي تجاور النجة يدي بيد المستضعفين أريهم من الظلم ما تعيى به الكلمات أريهم على قلب الفرات شواهقا ثقالا تشك وطأهن فرات بنتهن أموال اليتام وحولها يكاد يبين الدمع والحسرات لا أريد أن أفصل كثيرا في شأن كاظم اليزدي فلقد تحدثت عنه فيما سلف سأشير إليه إشارة عابرة مما جاء في قصيدة للوائلي وما جاء في شعر لصالح الحل رجاء اعرضوا لنا صورة صالح الحل وتركوا الصورة على الشاشة كي أحدث المشاهدين عن صالح الحل خطيب هو من أشهر خطباء النجف هذا الذي حرم أبو الحسن الأصفهاني الاستماع إلى مجالسه لأنه كان ينتقد المراجع كان ينتقد العلماء مما الشهر عنه ما قاله عن كاظم اليزدي ماذا قال عن كاظم اليزدي فوالله ما أدري غدا فوالله ما أدري غدا في جهنم أيزديها كاظم اليزدي أيزديها أشقى الورى أو يزيدها فوالله ما أدري غدا في جهنم أيزديها أشقى الورى أو يزيدها نذهب إلى الوائلي رجاء اعرضوا لنا صورة أحمد الوائلي هذا هو الوائلي المعروف المشهور في قصيدته شباش العباس والتي قرأتها وشرحتها في حلقات خاصة بها وفصلت الكلام بخصوصها ماذا يقول الوائلي بخصوص كاظم اليزدي أنا أقرأ هذا الكلام كي تعرف أن الأجواء مترابطة هذا هو اليزدي الذي ذكره عبد الأمير الفتلاوي عبد الأمير الفتلاوي الذي قرأت لكم بعضا من شعره وهو يتغزل بمؤخرة معشوقه مؤخرة الغلام الذي يعشقه ويقول له من أن طاعته واجب ومن أن حبه فرض لماذا؟ لأن المرجع اليزدي هو الذي أمره بهذا قرأت هذا عليكم هو هذا اليزدي المرجع المقدس هذا هو الذي جر الويلات علينا ويلات ويلات الرسائل العملية ابتدأت من عنده وويلات تكديس الأخماس بهذه الطريقة السيئة التي عليها مراجع النجف وكربلاء هو الذي ابتدأ بها لا لا يعني أن الذين سبقوه كانوا أفضل منه لكن الذي نعاني منه الآن هو مما استنه هذا الرجل مما استنه كاظم اليزدي الوائلي في قصيدته شباش العباس والتي يذم فيها محسن الحكيم وآل الحكيم يشير إلى كاظم اليزدي أيضا لأن حفيد كاظم اليزدي إبراهيم اليزدي كان صهرا لمحسن الحكيم متزوجا لبنته وكان هو الذي يتنفذ بشؤون المرجعية بشكل كامل لأن محسن الحكيم قد أطلق يده مثل ما يطلق أسيستاني الآن أيدي أصهاره كي يعبث بشؤون الدين وأهل الدين إن كان هناك من دين وإن كان هناك من أهل للدين هذا كلام يقال الحكاية مهزلة في مهزلة ومسخرة في مسخرة ما هؤلاء هم رموز التشيع وهم يحدثوننا عن حال التشيع في النجف صالح الحل هو ابن النجف ابن النجف أصله من الحلة الشيعية وهو أبرز خطباء الشيعة في عصره وكان الرجل مؤرخا وفاضلا وشاعرا كان شاعرا مجيدا ومجيدا جدا ومبدعا أشعاره موجودة ديوانه موجود أعود إلى الوائلي وهو ابن النجف وهو الخطيب الأول فيها نجفي شيعي على المذهب الطوسي بامتياز الوائلي يقول لإبراهيم حفيد كاظم اليزدي يا برهم يا برهم لف لف ما طول شف الحايش تسدي الحايش محسن الحكيم هو اللي يسدي هو الذي يقوم بعمل الحياكة يعوك المخططات يا برهم يا برهم يا برهم لف لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي هذه حقائق أنا لا أريد أن أتحدث عن كاظم اليزدي إنما أريد أن أقول لكم من أن شهادة الجواهر حقيقية فهذه المعلومات معروفة يعرفها أهل الكوفة صحيحا أن هذه البنايات لم يبق لها أثر في أيامنا هذه لكن الأماكن لازالت تسمى باسم اليزدي على الأقل عند كبار الناس يا برهم يا برهم لف ما طول شف الحايش تسدي هذا شعر الواهلي هذه القصيدة معروفة صحيح أن الحكيميين دفعوا أموالا طائلة وطمروا القصيدة لكن القصيدة موجودة ومعروفة لدى شعراء النجف ومحفوظة لدى الكثيرين من مؤرخي النجف وكبار السن يعرفون هذه الوقائع هذه القصيدة نظمها الوائلي سنة 1966 في عزة مرجعية محسن الحكيم يا برهم يا برهم لف ما طول شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا أسواق كاظم اليزدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي أسواق العروة الوذقة شنه الآخرة والدين كل هذا عقل هندي شنه الآخرة والدين ليس انتقاصا من الهنود لكن هذا جزء من الثقافة الشعبية في العراق شنه الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي يلقال مطي اللي يلقال مطي يركب من هو هذا المطي إنه الذي يقلد المرجع العظيم هذا هو الديخي رجاء أتحفونا أتحفونا برائعة كمال الحيدري ما ندى أجيب الأسمان واحد قال لي أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت لأخير بابا ما توصل النوبة إليها قاعد توصل وأطمئنا تركبهم يعني ما يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عبارة واحد من الأعلى أخذهم خمس سنة قال لي مستعجب وش دارها قلنا تركب يعني خلافة أغمي شمي كما تقول خلافة أغمي شمي فغلافو كان خارفة أخوش ديخ عرفي أخوش ونص عبارة كنا على تركب وكنكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسمان عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش نعم نعم معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة يركبوا الآن المعاصرون اللي القال مطي يركب ليش التعب والممشى يا برهم يا برهم يا حبيبي يا حبيبي يا أصهار مراجعنا العظام يا برهم يا برهم لف ما طول شف شف الحايش تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي شنو الأخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي قال مطي يركب ليش التعب والممشى القصيدة طويلة وأنا لست بصدد قراءتها إنما أخذت منها موطن الشاهدي كي أثبت لكم أن تفاصيل شهادة الجواهري صحيحة الجميع يعرفون ذلك وهناك من نظم الشعر فيها من غير الجواهري ها هو الوائلي هذه الأسماء لامعة في النجاف الجواهري الوائلي صالح الحلي هؤلاء هم الذين يحدثوننا عن كاظم اليزدي وهل هو أشقى الوراء أم يزيد قاتل الحسين مثل ما قرأت عليكم من شعري صالح الحلي في كاظم اليزدي وقرأت عليكم من شعر الوائلي وهأني أقرأ عليكم من شعر الجواهري من الجزء الأول من ديوانه وهو يتحدث عن مراجع النجف فيقول ومنهم لاطة وزنات أعيد قراءة الأبيات عليكم حتى تتأكدوا من المعنى بأنفسكم تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم من المتحكمين ومن أسباطهم ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات وحقك يا أبا فرات فإن الأديان ما قضت بذلك ومشتبه من يلقي باللائمة على الأديان إنني أتحدث عن أديان الله وهي في أصلها دين واحد دين الله دين محمد وآل محمد وحق محمد وآل محمد ما قضى بهذا الصادق جعفر بن محمد يقول أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فتعجب الشيعة من قوله المحدث المرتبط بالغير فقالوا يا ابن رسول الله وهل يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هذا التفهيم فيض قادم من إمام زمانه هكذا أخبرون وهكذا علمون من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه من الذي يفجرها الذي يفجرها فيض الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطبهم في زيارة الندبة زيارة الندبة غير دعاء الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هذا قد وردنا من الناحية المقدسة من توقيعات صاحب الأمر فما شيء منا سادة آل محمد إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وهو الذي نردده في دعاء الندبة الذي جاءنا من الناحية المقدسة أيضا حينما نخاطب صاحب الأمر ونناجيه أين باب الله الذي منه يؤتى هذا هو الباب الذي أراد الله أن ندخل منه إليه أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء مثل ما أقول في مقدمة كل حلقة من حلقات هذه المجموعة إمام إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاف الغاف يا سيد السادات يا مجيب الدعبات يا رافع الدرجات يا بلي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأسبات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاف 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 الثاني الثاني الشاهد الأول محمد مهد الجواهري شاعر النجف الأول ابن النجف وابن المرجعية وابن العوائل العلمية خلاصة شهادته وهو يتحدث عن المراجع وأسباطهم وعوائلهم وأسرهم فقسمهم إلى هذا التقسيم ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات ووصفهم بالنكرات نكرات تقسم إلى مجموعات إلى لصوص وإلى لواطين وإلى زنات والبعض منهم جمع كل هذه الكمالات جمع ما بين اللصوصية واللواط وسائر القبائح الأخرى حتى صار مجمعاً للكمالات الشاهد الثاني إنه الشاعر الأول في النجف أيضاً في أجواء المنبر الحسيني عبدالحسين أبو شبع قرأت عليكم بعضاً من أشعاره التي يتغزل بها بالغلمان في الحلقة المتقدمة رجاءً اعرضوا لنا صورته هذا هو عبدالحسين أبو شبع الذي توفي سنة 1980 ميلادي إنه الشاعر الأول في النجف شاعر النجف الأول في أجواء المواكب الحسينية أشهر القصائد الحسينية من القعديات واللطميات في مواكب النجف هي من شعري هذا الشاعر هذه قصيدته المشهورة حينما كان شيوعياً وأفتى محسن الحكيم بأن الشيوعية كفر وإلحاد عبدالحسين أبو شبع رد عليه بهذه القصيدة القصيدة مشهورة شعراء النجف يعرفونها مؤرخوء النجف يحفظونها وهي موجودة على الإنترنت وفي الكتب التي كتبها الشيوعيون وأرخوا فيها لتلك المرحلة ذكروها بشكل كامل بشكل ناقص القصيدة موجودة على الشبكة العنكبوتية القصيدة معروفة عبدالحسين أبو شبع كان يقرأها أين في مقهى الشعراء أين في شارع الرسول أين في مكان قريب من حرم أمير المؤمنين هذه القصيدة نظمت في بداية الستينات في فترة الستينات في وقت مقارب لقصيدة الوائلي التي قرأت ما قرأت منها قبل قليل في نفس الفترة في الزمن الذي كانت مرجعية محسن الحكيم في قوتها وفي عنفوانها سأقرأ منها ما يرتبط بموضوع الحلقة هذه شهادته وليست شهادتي أنا ناقل لشهادته أنا لا أثبت شيئا هنا ولا أنفي شيئا أنا أعرض الشهادات وقدمت لكم ما قدمت وسأقدم أيضا الوثائق بعد الوثائق احترموا عقولكم أنتم وحكموا أنتم وحكموا يا آية الله شلون آية يخاطب محسن الحكيم أو تعتز بحديد أو بعباية حديد هذا هو حديد حديد كان لواطا معروفا في النجف وكان من جملة الأشقياء من جملة البلطجية في النجف هذه عصابة اعتمدت عليها مرجعية الحكيم برئاسة محمد رضا الحكيم ابن محسن الحكيم هؤلاء هم الذين مهدوا الأمر لمرجعية محسن الحكيم وإلا فإن المخطط كان أن تكون المرجعية لجمال الدين القل بايقاني هكذا كان يريد أبو الحسن الإصفهاني أو إلى محمود الشهرودي لكن محسن الحكيم استعمل القوة ووظف هؤلاء اللوطيين لتمهيد أمر مرجعيته وأتحدى أتحدى الحكيميين في النجف أن يكذبوا هذه الحقائق أتحدهم هذه القصيدة بغض النظر عن أن كل المعاني التي ذكرت فيها هل هي صحيحة أو ليست صحيحة تلك مسؤولية عبدالحسين أبو شبع وهي مسؤوليتكم أيضا ما هو موقفي أنا هذا يخصني يا آية الله شلون آية وتعتز بحديد وبعباية هذا حديد وعباية مجموعة من السفلة ومن البلطجية ومن الفرخجية ومن باعة الخمور في النجف هؤلاء هم الذين اعتمدت عليهم مرجعية محسن الحكيم في بداية نشأتها وتأسيسها وبقيت هذه العصابة موجودة يستعينون بها حينما يريدون أن يضرب خصما من خصومهم هادي كرماشة حديد عباية أبو قيس الشرطي أحسين عجمي حسنابة أسماء لامعة في الحقيقة كأنهم الفائزون بجوائز نوبل يا آية الله شلون آية وتأتس بحديد وبعباية تدري بحديد ولا ما تدري يا محسن الحكيم هكذا يقول له عبد الحسين أبو شبع تدري بحديد ولا ما تدري سافل سرسري لواط كفري كل أهل النجف يعرفون هذه الحقيقة والنجف كانت في ذلك الوقت صغيرة ليست كأيامنا اتسعت وكبرت كان صغيرة جدا يا آية الله شلون آية وتأتس بحديد وبعباية بهؤلاء اللوطيين تدري بحديد ولا ما تدري سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدري ويسب بالأيمة والنباية يا آية الله شلون آية النباية يعني الأنبياء ويسب بالأيمة والنباية يا آية الله شلون آية وعباية إلى عباية هذا وعباية إلى شهرة شبيرة عار وخزي ولا بيت صغيرة خنيث أو تنبش الدود بحتيرة بحتيرة يعني في دبوره لابد من وضع النقاط على الحروف لست راغبا في أيام شهر رمضان أتحدث بمثل هذه الأحاديث ولكن إذا لم أتحدث بها أنا لن يتحدث بها غيري ولم يبق من العمر إلا ثمالة في الكأس إنني قد جاوست الستين وكنت أنتظر لحظة أن تستيقظ هذه المؤسسة كي تصحح من مسيرها الخاطئ لقد دعوتها ودعوتها ودعوتها وأقمت الحجج عليها ووضحت البراهين والأدلة القاطعة بين يديها لكنهم يصرون على ضلالهم وصحائف العمر قد انطوت ولم يبق من العمر إلا القليل كما قلت لكم ما بقي من العمر إلا ثمالة في الكأس ستشربها الأيام ستشربها الأيام مثل ما شربت ما شربت من الكأس الذي كان دهاق كان مملؤا ولكن الأيام شربته فعاد ثمالة وعبايا إلى شهرة شبيرة عارو خزي ولا بي تصحغيرة خنيثو تنبش الدودة بحتيرة ويشتري مشترة دهن الصباية الصباية الصبيات هذا مراده من الصباية من أنه مخنث وأنتم تعرفون ماذا يفعل المخنث خصوصا وقد كثر المخنثون في أيامنا كثر المخنثون مخنثون في المظهر والمنطق وهناك مخنثون في الموقف إمام زماننا بحاجة إلى رجال وليس إلى مخنثين في الموقف يتحولون إلى حمير ذيخيين يركبهم أولاد المراجع وأصهار المراجع من السفلة والمنحطين ويقولون لهم ديخ ويفعلون بهم ما يفعلون يا آية الله شلون آية وتعتز بحديد وبعباية تدري بحديد ولا ما تدري سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدري ويسب بالأيمة والنباية يا آية الله يا آية الله شلون آية وعباية إلى شهرة شبيرة عار وخزي ولابي تصحغيرة خنيث تنبش الدود بحتيرة بمؤخرتي ويشتري مشتر دهن الصباية ما تتزين به الصباية يا آية الله شلون آية لن أقرأ بقية الأبيات لقد قرأت القصيدة وشرحتها في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بمثل هذه المطالب قرأت عليكم من مقدمة القصيدة ما يرتبط بالشذوذ الجنسي وكيف أن المرجعية اعتمدت على هؤلاء اللوطيين في بسط سلطتها في النجف وقمعت وقمعت الشخصيات التي تنافس تنافس تلك المرجعية والحكايات في هذا طويلة مفصلة لا يستطيعون الحكيميون ولا غير الحكيميين أن يكذب هذا التأريخ هذا الرجل ابن النجف كان شيوعيا لم يكن شيوعيا هذا ليس مهما نحن نتحدث عن حقائق كانت موجودة على الأرض وقد فصلت في بعض الكتب أنا لا أجد وقتا كي أدخل في كل التفاصيل لكنني شرحتها وبينتها وجعت بالمصادر التي تتحدث عن هذه الوقائع في برامج سابقة أخطر بيت في هذه القصيدة هو هذا البيت أقرأ بيتا قبله كي تعرف المذاق العام في القصيدة وأذهب إلى أخطر بيت في القصيدة وأنا ما قرأته ما قرأته حينما قرأت القصيدة في برامجي هذه أول مرة أقرأ هذا البيت كارثة على مسؤولية عبد الحسين أبو شبع وليس على مسؤولية أنا ناقل فقط أقرأ بيتا كي تعرف مذاق الشاعري في القصيدة يخاطب محسن الحكيم أريد أحجب قلم وياك معووش هذا حق يبن طرقة البابوش البابوش نوع من أنواع النعلان التركية إنه رخيص الثمن يلبسه الفقراء يصنع من القماش ومن أشياء أخرى الطرقة هي الطية طية النعل وهذه شتيمة مشهورة في النجف النجفيون قد يشتم بعضهم بعضا فيقول يبن الطرقة هي هذه الطرقة أريد أحجب قلم وياك معووش هذا حق يبن طرقة البابوش تضرب ارتقال لحم فروج ولف مسلم يعيش على الإقداية يا آية الله شلون آية هذا البيت الذي سأقرأه بيت خطير إنه يتهم محسن الحكيم بأنه كان معبونا في صباه في صغره أنا لا شأن لي بهذا المضمون لا أثبته ولا أنفيه لكن لابد أن تعرف من أن الحكيميين حينما نظم عبد الحسين أبو شبع القصيدة عرضوا عليه الكثير في أن ينفي هذه القصيدة في أن يقوم بإعدامها فرفض وكان يقرأها في مقهى الشعراء هذه مقهى أكثر روادها وأكثر الحضار فيها من شعراء النجف في شارع الرسول وكانت تقع قريبا من حرم الأمير صلوات الله وسلامه عليه وكان الشعراء يطلبون منه إعادة الأبيات القوية الحكيميون قالوا له على الأقل احذف هذا البيت يقولون هكذا كان يقول هذا هو بيت القصيد وبيت القصيد في القصيدة هذا شيء يعرفه الشعراء والأدباء هو قلب القصيدة بيت القصيدة في القصيدة هو قلبها هكذا يقول لمحسن الحكيم عبد العسين أبو شبع إنه شاعر النجف لك يوم الجهل يوم الجهل يعني في الصغار لك يوم الجهل شاهد ومشهود أريد أذكر لك من أيامك السود أغا لي كنت تنسى حج عبود يوم الطمس وسط الإدواية الإدواية يعني الدوات والقلم يطمس فيها يدخل فيها حشة لكن المعنى واضح الحشة في الثقافة الشعبية العراقية يعني البلاغة الأدبية ولكن في اللهجة الشعبية هذه هي الحشة الحشة هي البلاغة الأدبية ولكن في اللهجة الشعبية إليك يوم الجهل شاهد ومشهود أريد أذكر لك مني مكسود أغليكن تنسى حج عبود يوم الطمس وسط الإدواية يا آية الله إشلون آية هذا كلام عبدالحسين أبو الشبع ما هو كلامي وأنا لا أصدر حكما هنا لا أنفي ولا أثبت أنا أنقل لكم الحقائق و الأمر راجع إليكم أنتم حكموا عقولكم قد يكون عبدالحسين أبو الشبع كاذبا قد يكون صادقا قد يكون شيئا آخر لكن عبدالحسين أبو الشبع كان يصر على إبقاء هذا البيت وحينما كان يقرأ القصيدة في مخ الشعراء قطعا في جلسة خاصة فيما بينه وبين زملائه في جانب من المخ ترتفع أصوات المستمعين من الشعراء النجفيين بالمطالبة بإعادة قراءة هذا البيت أقرأه عليكم مرة أخرى فهذه هي شهادة عبدالحسين أبو شبع مما قرأته في مقدمة القصيدة من ذكره لمجموعة اللواطين الذين كانوا ما فيا عند محمد رضا الحكيم الذي يعتمد عليه محسن الحكيم في تمشية شؤون مرجعيته شؤون العلاقات العامة فكيف يدير شؤون العلاقات العامة محمد رضا الحكيم عبر هادي كرماشة وحسين عجمي وعباية وحديد إلى بقية القائمة من اللوطيين والمخنثين وباعة الخمر والقوادي وهذا هو آخر القصيدة إليك يوم الجهل شاهد ومشهود أريد أذكر لك من يامك السود أغلي كون تنسى حج عبود يوم الطمس وسط الادواية يا آية الله شلون فضائح فضائح هم أجبروني عليها هم أجبروني عليها فضائح هم أجبروني عليها الواقع الشيعي أجبرني على هذا نذهب إلى فاصل كي نتخفف شيئا ما من هذه القذارة يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوهرثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ الصحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن التواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله يحدثني شاعر مجايل لعبد الحسين أبو شبع ناجل تشبان شاعر نجفي معروف كان مجايلاً ومزاملاً لعبد الحسين أبو شبع وهو من روادي مقهى الشعراء ربطتني به علاقة كان شاعرنا في هيئة قمر بن هاشم في مدينة قم القصائد التي كانت تقرأ في مجالس العزاء واللطم في هيئة قمر بن هاشم كانت من نظمه كان رجلاً كبيراً وضريراً في الوقت نفسه يحدثني يقول كنا في المقهى يتحدث عن نفسه وعن عبد الحسين أبو شبع وعن آخرين والمقهى كما قلت لكم في شارع الرسول وهي قريبة من حرم الأمير صلوات الله وسلامه عليه إذا ما توفي مرجع من مراجع النجف المعروف في النجف أن يعلن عن وفاته من مكبرات الصوت في حرم أمير المؤمنين ويدعون الناس إلى تشيعه للحضور إلى تشيعه من مراجع النجف في ذلك الوقت الذي يتحدث عنه ناجل شبان محمد جواد التبريزي نحن لشأن لنا بمحمد جواد التبريزي رجل لا علاقة له بموضوعنا وإنما يأتي ذكره في ضمن حكاية تخبرنا عن الواقع الذي عليه النجف عن كواليس النجف توفي محمد جواد التبريزي السيد محمد جواد التبريزي هو جد إمامي جمعة النجف صدر الدين القبانشي من جهة أمه وكان له أخ للسيد محمد جواد التبريزي أيضا من مراجع النجف علي التبريزي السيد علي التبريزي توفي محمد جواد التبريزي أعلن خبر وفاته عبر مكبرات الصوت التي تنصب على مآذن الحضرة العلوية ناجي الشبان يقول نحن كنا جلاسا في مقهى الشعراء طبيعي جدا أن يصل الصوت إلى مسامعنا لأننا قريبون من الحرم العلوي فصار حديث فيما بين الشعراء أنه لا بد أن نهيئ مستهلات للجوقات الجوقات يعني جوقات المجموعات التي تخرج في التشييع مستهلات هي أشعار وشعارات يرددها الذين يسيرون في جوقات خلف النعش أمور يعرفها النجفيون ويعرفها العراقيون هي موجودة في الأجواء الشيعية عبد الحسين أبو شبع قال آنا لأكتب المستهلات صانع القهوة صانع القهوة يعني العامل الخادم في القهوة الويتر يعني الذي يخدم في المقهى الصانع جاب ورقة وقلم حتى عبد الحسين أبو شبع يملي عليها الشعر يملي عليها المستهلات فقال لا اكتب اكتب طاح ركن الدين من تبريزها فكلهم صاحوا أحسنت أبو علي أبو علي كنية عبد الحسين أبو شبع أحسنت أبو علي طاح 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 ركن الدين من تبريزها أو قامت الأمة تحك بمؤخرتها نقطتان النقطة الأولى اعرفوا العلاقة التي بين الشعراء والمراجع حتى لا يخرج علينا واحد من ذول الإسلاميين من الحركات الإسلامية ومن الأحزاب الإسلامية القطبية ويقوم يجعم صبروسنا ويطلع يحتينا عن العلاقة الديناميكية بين مراجع الأمة وبين الشعراء الذين يمثلون الطبقة الواعية فكان هناك تناغم في العلاقة ما بين الشعراء في النجف وبين المراجع وكل هذا قامت الحركة الإسلامية بصهره في بوتقتها من أنع الأبوك لهب الحركة الإسلامية لهب حسن البنة لهب سيد قطو لهب الأحزاب الشعية العراقية من ذاك اليوم لهذا اليوم يضحكون علينا أو إلى الآن يضحكون عليكم بهذا الطريقة في الفضائيات هذه هي العلاقة الحقيقية فيما بين الشعراء أو بين المراجع قد يظهرون شيئا آخر أمام الناس هذا أمر أنا لا أتحدث عنه أنا دائما أبحث في الكواليس لأن الحقيقة في الكواليس وليست على خشبة المسرح التي يظهر عليها الممثلون الحقيقيون يجلسون في الكواليس ما خلف خشبة المسرح الذين على خشبة المسرح يمثلون ما هذه شخصياتهم الحقيقية الشخصيات الحقيقية ينزعونها في الكواليس ويخرجون إلى خشبة المسرح كي يتقمص كي يلبس ثوب شخصية معينة يظهرونها للجمهور الذي يشاهد المسرحية هناك مسرحية وهناك كواليس مشكلتي ما بقيت ديخيا لو بقيت ديخيا لكنت في راحة من أمري إنني أدخلت نفسي في الكواليس فرأيت ما رأيت لو كنت مع الجمهور وكنت أضحك من التمثيل الكوميدي الذي هو يضحك علينا به الممثلون يضحكون علينا يأخذون أموالنا ويأخذون وقتنا وفي الآخر لا نجني شيئا على أي حال لو كنت بقيت مع الجمهور في قاعة الجلاس لكان خيرا لي إنني أخحمت نفسي في الكواليس فرأيت ما رأيت ورأيت العجب العجاب وإنني لأحدثكم بواحد من التريليون من هذا العجب العجاب الذي رأيته النقطة الثانية قلت هناك نقطتان النقطة الثانية عجيب هذا الأمر ارتباط الثقافة العربية بالأدبار وفي ثقافتنا الشعية العراقية كذلك عبود غفلة الشاعر الحسيني المبدع رجاء اعرض لنا صورته هذا هو عبود غفلة والذي توفي سنة 1356 للهجرة رجاء اتركوا صورته على الشاشة حتى أكمل حديثي بخصوصه هناك مساجلات شعرية معروفة بين الشعراء من أشهر المساجلات في زمان عبود غفلة مساجلة اجمع افكار قزموس اشترك فيها عبود غفلة والحاج زاير الذي تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية وحسين جسام شخصية أدبية كوميدية نجفية شخصية معروفة في تاريخ النجف المعاصر وآخرون والذي ابتدأ المساجلة ابتدأها عبود غفلة فماذا قال ببلادنا سكنة كفر إنه يتحدث عن الإنجليز وعن الهنود الذين جاءوا معه ببلادنا سكنة كفر ووجوه برص وصمر البرص هم الإنجليز والصمر هم الهنود ببلادنا سكنة كفر ووجوههم برص وحمر عدهم مؤخرات ها كبر هناك كلمة بدل هذه الكلمة عدهم مؤخرات ها كبر حلان بصر ومجموز إلى آخر ما جاء في المساجلة حلان جمع حلان وهو الوعاء الذي ينسج من خوص النخيل ويسمى بالقوسرة يوضع فيه التمر ويكبس كبسا شديدة حلان بصر ومجموز أي كبس كبسا شديدة وضغط ضغطا قوية لماذا حينما نظر عبود غفرة إلى الإنجليز والهنود ما نظر إلا إلى هذه الجهة إنها الثقافة العباسية الثقافة العباسية اللوطية أنا لا أتهم عبود غفرة بشيء وإنما أقول هذه هي الثقافة الشائعة وجذورها تعود إلى الجاهلية الخليفة عمر مثلا في هذا الكتاب كنز العمار في سنن الأقوال والأفعال للمتق الهندي من علماء السنة المعروفين المتوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين هجر قمري هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية هذا المجلد يشتمل على الجزئين الحادي عشر والثاني عشر تحقيق محمود عمر الدمياطي في الجزء الثاني عشر صفحة ميتين واثنين واثمانين رقم الحديث خمسة وثلاثين الف تسعمية واربعة واربعين عن ثابت قال أكل الجارود وهو شخصية معروفة شخصية عربية معروفة أكل الجارود عند عمر بن الخطاب كان قد حل ضيفا عليه الجارود حل ضيفا على عمر بن الخطاب أكل الجارود عند عمر بن الخطاب فلما فرغ بعد أن أتم أكله أتم طعامه قال يا جارية ندى على الجارية التي كانت تخدمهم في بيت عمر قال يا جارية هل أمي الدستار الدستار كلمة فارسية في ذلك الوقت تعني المنديل الذي يستعملونه للتنظف والتنظيف من بقايا الطعام في أيديهم هل أمي هل أمي الدستار يعني المنديل يمسح يده أراد منديلا لقد فرغ لتوه من الطعام فلما فرغ قال يا جارية هل أمي الدستار يعني المنديل يمسح يده فقال عمر ماذا قال له هذا الرجل ضيف عند عمر وأكل الطعام وأراد منديلا فطلب من الجارية منديلا فماذا قال له عمر فقال عمر امسح يدك بأستك يعني بفتحة دبرك ما علاقة هذا بهذا إنها الثقافة العربية وإلى ما علاقة هذا بهذا فقال عمر امسح يدك بأستك أو ذر إما أن لا تمسح يدك أو امسح بفتحة دبرك لأن الأست هو فتحة الدبر عمر قال هذا لأن منديلا عمر بن الخطاب هو نعاله هكذا نقرأ في الطبقات الكبرى لابن سعد محمد ابن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وهذا هو المجلد الثاني يشتمل على الجزء الثالث والرابع في الصفحة السبعين بعد المئة بسنده عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم أن عمر كان يمسح بن عليه ويقول إن مناديلا آل عمر نعالهم هذا هو السبب الذي جعله يقول للجارود من أنه امسح يدك بأسدك لأن المناديل عند آل عمر هي النعلان كما يقول عمر الرواية في هذا الكتاب القديم وهو من كتب نواصب سقيفة بن ساعد أن عمر كان يمسح بن عليه ويقول إن مناديلا آل عمر نعالهم حديث آخر بسنده بسند محمد بن سعد الزهري عن السائب بن يزيد قال ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم واللحم فيه زهومة الزهومة تعني الزفر فيه زفر السائب بن يزيد يقول ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه قد يكون لابسا لنعاله وقد لا يكون لابسا لنعاله المهم أن المناديلا في الجهة السفلة من الجسم إما في الأقدام في الأرجل أو في النعلان ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا من ديل عمر وآل عمر إنما أوردت هاتين الروايتين من الطبقات الكبرى كي أشرح لكم الحديث الذي تحدث فيه عمر بن الخطاب حينما قال للجارود من أنه امسح يدك بأستك هذه الظاهرة واضحة في الثقافة العربية القديمة وبقيت مستمرة إلى العصر العباسي العباسيون عمقوها بشكل قوي في الثقافة العراقية نحن أحدثكم عن الملامح العباسية في المذهب الطوسي القدر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 رجاء أعرض لنا صورة الحاج ناجي الشبان الذي ذكرته قبل قليل هذا هو الحاج ناجي الشبان إنه شاعر مجايل لعبد الحسين أبو شبع الذي نقلت عنه الحكاية بخصوص وفاة المرجع السيد محمد جواد التبريزي وعرضوا لنا صورة السيد محمد جواد التبريزي هذا هو السيد محمد جواد التبريزي الذي مر ذكره قبل قليل وقلت من أن الموضوع لا علاقة له بهذا المرجع الكريم لا شأن لنا به إنما حدثتكم عن الذي كان يجري في مقهى الشعراء وعرضوا لنا صورة اجتمع فيها المراجع متهيئين للصلاة على جنازة السيد محمد جواد التبريزي هنا اجتمع أكبر المراجع في النجف إذا أردنا أن نبتدع من الخوعي والذي هو في الطرف الأيسر من الشاشة إذا كنا في صف الشاشة وإلا إذا كنا في مواجهة الشاشة فهو في يمين الشاشة الخوعي وإلى جانبه محسن الحكيم والثالث الذي وضع يده على وجشه يبدو أنه كان يبكي هو محمود الشاهرود إما أنه كان يبكي أو كما يقول البعض ما أراد أن يظهر في هذه الصورة لا أدري من أين جاءوا بهذه المعلومة ولكن الكلام هذا يقوله من يقوله من النجفيين الرابع هو السيد علي التبريزي أخ محمد جواد التبريزي إنه صاحب الكلمة المشهورة علي التبريزي حينما يذكر الخوعي هكذا يقول السيد الخوعي ابن الشيخ علي أكبر دام ظله يستهزئ بنسبه بنسب الخوعي هذه الكلمة كان يرددها السيد علي التبريزي وكذلك السيد محمد جواد التبريزي أخوه كانوا يرددون هذه الكلمة إنهم يشككون في انتساب الخوعي إلى السادة الهاشميين هكذا يقولون من أن جدة الخوعي يعني والدة والده الخوعي أبوه علي أكبر يقولون من أن جدة الخوعي في بداية أمرها لم تكن قد تزوجت هاشميا زوجها لم يكن هاشميا ورزقت منه بولد هو علي أكبر والد أبو القاسم الخوعي ما تزوجها تزوجت بعد ذلك رجلا هاشميا في مدينة خوعي تزوجت رجلا هاشميا وكان ولدها علي أكبر صغيرا فتربى في حجر هذا الهاشمي وجعله من أبنائه وألبسه ملابس الهاشمي فعرف عن علي أكبر والد أبو القاسم الخوعي من أنه هاشمي هذا الذي يقوله هؤلاء المراجع علي التبريزي ومحمد جواد التبريزي وهذا الأمر معروف متناقل في النجف فمن هنا يقول ساخرا علي التبريزي الكلام يجر الكلام الصورة هي التي دعتني أن أقول هذا الكلام هو أيضا جزء من معرفة ما يجري في الكواليس أنا لا أقول من أن الكلام هذا صحيح هذا الذي يجري في النجف والنجف غابة من غابات الكذب والدجل والتزوير هم الآخنديون في النجف وكربلاء هكذا يقولون والأصل في الأخبار أن تكذبا هكذا يقولون والأصل في الأخبار أن تكذبا لا سيما في النجف وكربلاء فما يسمع الإنسان في النجف وفي كربلاء قطعا لا عند عوام الشيعة عوام الشيعة حياتهم عادية أنا حين أتحدث عن النجف وكربلاء أتحدث عن العمائم عوام الشيعة في النجف وفي كربلاء أناس حياتهم عادية مثلما يعيش الشيعة في البصرة أو في أي حي من أحياء بغداد لكن المشكلة هنا في أجواء العمائم حيث الفساد وحيث الشذوذ الجنسي وحيث السرقات على كل المستويات سرقات الأموال من الشيعة وسرقات جهود المؤلفين هذه سرقات منتشرة في الوسط الحوزوي إذا أردت أن أفتح هذا الباب فهناك الفضائح والفضائح والفضائح لا أدري هل سأجد فرصة في هذه المجموعة من الحلقات كي أتناول هذا الموضوع ولو على سبيل المثال وآتيكم بالكتب والمؤلفات وأضعها على الطاولة وأبدأ بالمقارنة بين الكتاب الآصل لصاحبه وبين الكتاب المسروق الكتاب الآصل ليس معروفا والكتاب المسروق هو المعروف لأنه ينسب إلى اسم معروف الحكاية مفصلة وفيها من الفضائح ما فيها الحديث ليس الآن عن هذه النقطة إذا وجدت مجالا سأحدثكم عن هذا في هذه الحلقات أو في غيرها في قادم الأيام إن بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها وبقيت هذه القناة على بثها التلفزيون الكلام كثير وكثير جدا وأنا أرى الوقت يجري سريعا ألخص لكم المطلب وصلنا إلى المستوى الرابع من مستويات الشذوذ الجنسي المنتشر في كل أنحاء المذهب الطوسي العباسي القذر أتحدث عن مذهب حوزة النجف الكلام كان في عدة مستويات المستوى العقائد الفكري نظريا وعمليا المستوى الفتواء المرجعي نظريا وعمليا المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن المستوى الرابع إنه المستوى الواقعي العملي في المؤسسة الدينية الطوسية ابتداء من الكبار وانتهاء بصغار إننا نتحدث عن أمر واقعي عملي لذا نحن بحاجة إلى شهود وإذا كان اللواط في الشرع يحتاج إلى أربعة شهود أنا سأتيكم بعدد يكون أكبر من هذا العدد لا أريد أن أثبت اللواط في حق أحد إنما أريد أن أثبت الشذوذة الجنسية في المذهب الطوسي كي أثبت لكم بأن هذا المذهب لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لأن دين العترة الطاهرة دين منزه عن الشذوذ الجنسي في كل أحواله وكل حالاته وفي جميع أنحائه وأحنائه إنما الدين العباسي القذر المذاهب العباسية هي التي يظهر فيها الشذوذ الجنسي بشكل واضح في مذاهب سقيفة بني ساعدة وفي مذهب سقيفة بني طوسي لأن المذاهب هذه معلولات للحكم العباسي وما في العلة يظهر في المعلول وصلنا إلى المستوى الرابع وبدأنا بعرض الشهادات الشهادة الأولى كانت لشاعر النجف الأول لشاعر القريض المفلق محمد مهدي الجواهري والشهادة الثانية كانت لشاعر النجف الأول إنه شاعر المنابر الحسينية عبدالحسين أبو شبع ما نقلته من كلام على مسؤوليتهم لا أريد أن أثبت شيئا لا أريد أن أنفي شيئا أنا ناقل وجهة نظري هذا أمر يخصني أعرض الحقائق بين عيديكم أنتم الذين تطلبون الحقيقة احترموا عقولكم قارنوا بين المطالب المتقدمة لا تصدروا حكماً نهائياً حتى يكتمل الكلام في هذا الموضوع في موضوع الشذوذ الجنسي الظاهر في جميع جهات المذهب الطوسي القدر وقت الحلقة انتهى بقية الشهادات وهي مهمة جدا تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم من الديخيين الخوثان الثولان الأغبية أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله